اهتز مستشفى الحاكم عقبي بقلمة على وقع حادثة خطيرة بعد أن أقدم شاب يعاني من آلام على اختحام مصلحة الاستعجالات الطبية وتهديد مريضة كانت تتلقى العلاج بالمصلحة طالب على مستوى الأطباء مصلحة الاستعجالات بأن يقيم بالمستشفى فكان جواب الأطباء أنه ليس له أي مبر لتم الاستشفاء انتاعه فهرب داخل مصلحة الاستعجالات ودخل إلى غرفة من الغرف وجلب سكين الشاب كان في حالة هيجان عصبي ورفض مغادرة المصلحة وتمكن من التسلل إلى داخل إحدى الغرف وأخرج سكينا هدد به إحدى المرضات ما لم تتم الموافقة على إدخاله المستشفى أنا كنت هنا في سبيطار مريضة وساعتين داع الصباح سمعت العيات وقفت نشوف شفت راجي يجيون من وراه اللي زوجوا لبوليس كي جاي يجري من قشويني دخل دخل الشامبرة عندي كي دخل الشامبرة أنا كنت في الباب واقفة دزل الباب دخل حكمني من وراه الباب وحط لي الموس في كرشي وقال لهم لكان لي قيسني قدام اللي يدخلوا لها في كرشها عناصر الأمن وفور وقوع الحادثة تدخلوا حيث تم توقيف المعني واختياده وتقديمه أمام الجهات القضائية مسكوه واخذوه معامل إلى مركز الشرطة المتواجد أمام المستشفى والمتمثل في الحضاري الثالث وتبقى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحاكم عقبي عرضة لمختلف الاعتداءات التي يتسبب فيها أشخاص بسبب الضغط الحاصل عليها من طرف المرضى ومرافقهم